أهلا بكم جميعا أنا سنيف الراع وأود أن أرحبكم جميعا على قناة أميرة التعليمية أشكركم جميعا على حضوركم اليوم وأود أن أطلب منكم دعم قناة أميرة بالإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة هذا سيساعدنا على تقديم المزيد من المحتوى التعليمي المثير والممتع اليوم أود أن أتحدث إليكم عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وبناء الأهرامات إن بناء الأهرامات كان إنجازا هائلا يعكس تقدم الحضارة المصرية القديمة في مجالات الهندسة والعمارة تعتبر الأهرامات من أعبوبات العالم القديم حيث يوجد في مصر العديد من الهرمات الشهيرة مثل هرم الجيزة الأكبر وهرم خفرع وهرم ميدوم بنية الأهرامات لتكون مقابر للفراعنة وتعتبر رموزا للقوة والسلطة التي كانت تتمتع بها الفراعنة بناء الأهرامات كان يتطلب معرفة هندسية عميقة ومهارات بناء استثنائية استخدم الفراعنة تقنيات متقدمة في قطع ونقل الحجارة الضخمة ورفعها لبناء الهرمات تم تحديد مواقع الأهرامات بدقة بالغة لتحقيق الاستقرار والتوازن واستخدموا أدوات متقدمة ونظاما دقيقا لوضع الحجارة وتوصيلها ببعضها البعض بشكل قوي وتذكروا الأهرامات ليست فقط هياكل حجرية ضخمة بل هي شاهدة على الحضارة المصرية العريقة وتقدمها في العلوم والفنون والثقافة إن الحضارة المصرية القديمة قدمت للعالم العديد من الاكتشفات والابتكارات في مجالات الرياضيات والهندسة والطب لذا ندعوكم لاستكشاف مزيد من محتوى قناة أميرة التعليمية حيث سنأخذكم في رحلة شيقة لاستكشاف عظمة الحضارة المصرية والمزيد من المواضيع التعليمية المثيرة شكرا لكم جميعا على دعمكم وحضوركم ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب والمشاركة في قناة أميرة بشأن سؤالك حول مدة بناء الأهرامات فإنها تعتبر قضية محاطة بالغموض والجدل في العالم الحديث ومع ذلك فإن تقديرات المؤرخين والعلماء تشير إلى أن بناء الأهرامات استغرق عدة عقود أشهر الأهرامات المصرية هو هرم خوف والذي يعتقد أنه بنية خلال الفترة الممتدة بين حوالي 2589 قبل الميلاد و2504 قبل الميلاد وهو يعتبر أحد أعبوبات العالم القديم تقديرات تاريخ بناء هرم خوف تعتمد على الأدلة المتاحة والأبحاث الحديثة والتواريخ المسجلة في النصوص القديمة تعتبر عملية بناء الأهرامات إنجازاً هندسياً عظيماً حيث تم استخدام ملايين الكتل الضخمة من الحجر الجيري لبناء هذه الهرمات وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الفراعنة والعمال الماهرين والفنيين بالطبع يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الوقت الدقيق الذي استغرقه بناء الأهرامات لا يزال موضع نقاش وبحف لذلك فإن الإجابة النهائية على سؤالك حول مدة بناء الأهرامات ليست مؤكدة بشكل قطعي إلا أنه يعتقد أنها استغرقت عدة عقود من العمل الجد والمتواصل لإكمال هذه المعجزات الرائعة التي لا تزال تدهش وتثير إعجاب العالم حتى يومنا هذا حينما نتحدث عن الأهرامات فإننا نتحدث عن أحد أعظم التحف الهندسية والثقافية في تاريخ الإنسان تحمل للأهرامات أهمية عظيمة على العديد من الأصعدة دعني أشرح لك بعض هذه الأهميات الأهمية الثقافية والتاريخية تعد بالأهرامات رموزا حية لحضارة الفراعنة وتاريخهم العريب إنها تذكرنا بالتقدم الهائل الذي حققه الفراعنة في مجالات الهندسة والعمارة والفنون والعلوم تعكس الأهرامات معرفتهم العميقة في الرياضيات والفيزياء والفلات فهي تشهد على تطورهم في تحديد الزمان والمواقع الفلكية الأهمية الدينية والروحية تعتبر الأهرامات مكانا مقدسا حيث يعتقد أنه يسكن فيه أرواح الفراعنة بعد الموت للفراعنة كان للحياة الأبدية أهمية كبيرة وبناء الأهرامات كان يهدف إلى تأمين مثوى دائم وراحة لروح الفرعون بعد الموت إنها تمثل للاعتقادات الدينية والروحية العميقة للمصريين القدماء الأهمية الاقتصادية كانت الأهرامات تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم القديم مما يعني أنها كانت وجهة سياحية مهمة ومصدرا للدخل للمملكة المصرية القديمة توفر للأهرامات فرص عمل للعديد من العمال والحرفيين حيث كانوا يعملون في تشييد الهرم وتزيينه بالنقوش والتمثيل الأهمية العلمية تعتبر الأهرامات مصدرا هاما للمعلومات والدراسات العلمية تنطوي دراسة هياكلها وتصميمها على تحديات هندسية كبيرة والتي تثير حيرة العلماء حتى يومنا هذا من خلال دراسة الأهرامات يمكننا فهم تقنيات البناء القديمة والتطورات التكنولوجية التي تم تحقيقها في ذلك الوقت باختصار تعتبر الأهرامات تحفا ثقافية وتاريخية ودينية وروحية واقتصادية وعلمية إنها تعكس إرثا عظيما للفراعنة وتذكرنا بتطورهم الهائل في مختلف المجالات تعد الأهرامات تحفا فريدة من نوعها ورموزا لعظمة الماضي المصري القديم وتستحق بجدارة الإعجاب والاحترام بناء الأهرامات بواسطة كائنات فضائية فلا يوجد أي دليل تاريخي أو علمي يدعم هذه الفرضية بناء الأهرامات كانت عملية ضخمة ومعقدة تم تنفيذها بأيدي الفراعنة والعمال المصريين القدمة استغرق بناء الأهرامات عقودا من العمل الجد والتخطيط الدقيق وتطلب استخدام تقنيات بناء متقدمة في ذلك الوقت الأدلة التاريخية والآثار المقتشفة تشير إلى أن الفراعنة كانوا ماهرين في الهندسة والبناء قدرتهم الفريدة على تنفيذ هذه المشاريع الهائلة يمكن تفسيرها بمعرفتهم العميقة بالرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في ذلك العصر يوجد العديد من النظريات والأفكار البديلة التي تشير إلى وجود تدخل خارجي أو مساعدة من مصادر غريبة في بناء الأهرامات مثل الكائنات الفضائية ومع ذلك فإن هذه الافترضات لا تستند إلى أدلة قوية أو دعم علمي موثو لا يوجد أي دليل تاريخي أو علمي يشير إلى أن الأهرامات تم بناؤها بواسطة كائنات فضائية إن بناء الأهرامات كان إنجازاً هائلاً للمهارات والتكنولوجيا المصرية القديمة وتظل رموزاً للحضارة المصرية العريقة وإرثها الثقافي العظيم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في بناء الأهرامات فإنه من المهم أن نفهم السياق التاريخي والتكنولوجيا لتلك الحكبة بناء الأهرامات كان يتطلب مهارات هندسية وتقنية عالية في ذلك الوقت لا تعتبر التكنولوجيا المستخدمة في بناء الأهرامات متقدمة بالمقارنة مع التكنولوجيا الحديثة التي نعرفها اليوم ومع ذلك كان للفراعنة معرفة متقدمة في مجالات الهندسة والبناء والرياضيات والفيزياء واستخدموا هذه المعرفة بشكل فعال في بناء الأهرامات لتحقيق هذا الإنجاز الهائل ابتكر الفراعنة أسليب وتقنيات فريدة للبناء استخدموا الأدوات المصنوعة من الحجر والنحاس والخشب لنحت ونقش الحجارة الضخمة وتجميعها بشكل دقيق كانوا يستخدمون مسالك حجارة مائلة ومنحنية لنقل الحجارة الثقيلة ورفعها إلى الأماكن المرغوبة واستخدموا أيضا أنظمة الرافعات والأدوات البسيطة للمساعدة في رفع الحجارة وتعليقها في المكان المناسب قد يكون هناك سئلة ونظريات حول كيفية تحريك الحجارة الضخمة ورصها في الأماكن العليا من الهرم ولكن لا يزال هناك الكثير من الأبحاث والنقاشات حول ذلك قد تم استخدام قوى الإنسان والأجهزة الميكانيكية البسيطة لتحقيق ذلك ولكن ليس لدينا أدلة قوية تشير إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة كما نعرفها اليوم بناء الأهرامات كان يستند إلى المهارات الهندسية والتقنية المتقدمة للفراعنة في ذلك الوقت على الرغم من أنهم لم يكونوا يستخدمون التكنولوجيا المتقدمة كما نفهمها اليوم فإنهم قدموا إنجازا استثنائيا في الهندسة والبناء والتخطيط لبناء هذه الهياكل العظيمة استخدام تقنيات هندسية متقدمة في بناء الأهرامات فإنه من المهم أن ننظر إلى السياق التاريخي والتكنولوجي لذلك الوقت بناء الأهرامات كان إنجازا هائلا في مجال الهندسة المعمارية والبناء للفراعنة معرفة ومهارات هندسية رائعة واستخدموا تقنيات هندسية متقدمة في بناء الأهرامات واحدة من التقنيات المهمة التي استخدمتها الفراعنة هي تقنية التحجيم والتوجيه الضقيقة للحجارة الضخمة تم قطع الحجارة وتشكيلها بدقة بواسطة المهندسين المصريين القدماء وتم نقلها ورفعها إلى الأماكن المناسبة في بناء الأهرامات استخدموا أيضا أدوات متقدمة من الحجر والنحاس للنحت والتشكيل كما استخدم الفراعنة نظاما متقدما لمسارات الحجارة والمنحضرات المائلة لنقل الحجارة الثقيلة إلى أماكن بناء الأهرامات استخدموا أيضا نظاما دقيقا للرفع والتعليق لرفع الحجارة الضخمة وتثبيتها في المكان المناسب كانت الفراعنة أيضا ملمين بمبادئ الهندسة المعمارية والتصميم المتقدمة لتحقيق الاستقرار والتوازن في بناء الهرام بالإضافة إلى استخدام تقنيات الطوب المتقدمة لتوصيل الحجارة وتثبيتها بشكل قوي بالتالي يمكننا القول بأن بناء الأهرامات استخدم تقنيات هندسية متقدمة في ذلك الوقت بالرغم من أنها ليست متقدمة بالمقارنة مع التكنولوجيا الحديثة استخدم الفراعنة معرفتهم ومهاراتهم الهندسية المتقدمة لإنجاز هذه الهياكل العظيمة التي لا تزال تدهش العالم حتى اليوم اسم المهندس الذي بنى الأهرامات يجب أن أوضح أنه لا توجد معلومات محددة عن اسم المهندس الفرعوني الذي قاد عملية بناء الأهرامات بناء الأهرامات كان مشروعا ضخما استغرق عقودا للانتهاء منه وتعاون فيه العديد من الحرفيين والعمال والمهندسين المصريين القدمة ومن المعروف أن الفراعنة كانوا يحظون بمهارات هندسية متقدمة ومعرفة واسعة في مجال البناء ومع ذلك فإنه لم يتم تسجيل أسماء المهندسين الفرعونيين الذين قادوا عملية بناء الأهرامات في السجلات التاريخية المعروفة لدينا حتى الآن يرجح أن الأسماء الفردية للمهندسين لم تكن مهمة بنفس القدر مثل أهمية الفرعون نفسه والإنجاز العام لبناء الهرام بالتالي نحن غير قادرين على تحديد اسم المهندس الذي بنى الأهرامات بدقة ومع ذلك يجب علينا أن نقدر المعرفة والمهارات الهندسية التي اتسمت بها الحضارة المصرية القديمة لتحقيق هذا الإنجاز العظيم الذي يستمر في إثارة إعجاب الناس حتى اليوم أشكركم جميعا على استماعكم ودعمكم الكريم لقناة أميرة التعليمية أنا سنيف الراع وأود أن أعبر عن امتنان العميق لكل واحد منكم الذين يقومون بمشاركة ودعم قناتنا إن دعمكم وتشجيعكم يعني الكثير لنا فهو يساعدنا على استمرار تقديم المحتوى التعليمي المميز والقيم لقد تفاعلتم معنا بإعجاباتكم ومشاركاتكم واشتراكاتكم وهذا يعزز روحنا ويحفزنا للعمل بجدية أكبر لتلبية توقعاتكم وتقديم محتوى يفيدكم نحن نسع جاهدين لتقديم محتوى تعليمي شيق وشامل يغطي مختلف المواضيع والمجالات بما في ذلك الحضارة المصرية القديمة وبناء الأهرامات والعديد من المواضيع الأخرى المثيرة للاهتمام ونحن نتطلع إلى مواصلة النمو والتطور بفضل دعمكم القوي ومشاركتكم الفعالة في النهاية أريد أن أعرب عن امتنان العميق لكل واحد منكم شكرا لكم على الاستماع ودعم قناة أميرة التعليمية نحن نقدركم جميعا ونتطلع إلى استمرار تواصلنا وتبادلنا المعرفة والمحتوى المفيد ترجمة نانسي قنقر